في فلسطين تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قمعا أو قمعها للفلسطينيين خلال مسيرات وتظاهرات ضد الاستيطان المظاهرات انطلقت بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مخلفة إصابات في صفوف الفلسطينيين بينهم صحفيون مزيد من التفاصيل مع مرسل قناة الوطنية من فلسطين خدر الزعنون بالفعل أصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأيضا بحالات اختناق بالغاز المسي للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرات ومسيرات سلمية انطلقت في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية وأيضا في مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية المحتلة تم نقل عدد من هؤلاء الذين أصيبوا بالرصاص المعدني إلى عدد من مستشفيات الضفة الغربية خاصة في الخليل ونابلس عبر سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كما أيضا أصيب عدد من المزارعين بحالات اختناق بالغاز المسي للدموع خلال إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسي للدموع على مجموعات من المزارعين إلى الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يعني قوات الاحتلال الإسرائيل تتعمد بشكل يومي استهداف المتظاهرين السلميين الذين يتظاهرون في عدد من مدن الضفة الغربية ضد الاستيطان